انا اعجب بلحة دلوقتي انا اعمل ايه بلحة انا عن نفس راح بلحة دلوقتي ما شوفي اعمل ايه بلحة بلحة ده كل الناس اللي سفروا على القريق بس ما عناش عنهم اي حاجة طب يا هوا في حد بيسافروا وربنا يكرمه وعايز تسمع عنه حاجة ما هنشرق الله عندنا لما ربنا يكرمنا هنروح برضو وننسى الدنيا وكل حاجة ماتسمعني وبلحة اسمعني انت ما زبطت كل حاجة خلاص بس أنا هسافر عايز سافر معايا أهل الوسائل مش عايز تسافر معايا خليك هنا لو حرعك بك تفضل عايش فيها لقد بتخليك هتصيب من الوحدة؟ أنا مش عايز يسيبك الوحدة بس أنت اللي ركب دماغك أعملك إيه؟ اسمي عميلنا يا صاحبي اللي بيعادل برة تاني بيرجع الملك سمطان زمانه ها قولت إيه؟ في ناس كتير بتغرق أولا بتحطس تعملوا إيه يا عيالي يا صيح؟ يا كيمو ما تروحوا كل واحد يخش على بيت إذا إنتو حاجة فضيعة إزاك كاملية؟ إزاك عادي؟ شوف حالك، شوف حالك يالله هو أنت كنت فينا كيمو؟ كنت بزور حماتي حماتك؟ والله يا فكي الخير يا رضي يا رضي محلش بيعمل كده اليومين دور واحدة زيك بعد ما موجز هلمفوط قطع معهم يعني حرام عليك، ده رجل كان محترم وكواس جدا محترم وكواس جداً ها؟ آه ماشي، ماشي يا كيمو جواشت حاجة بتسليبها على طول بيدي ده حتى الخدمة مش، سباب ها، سباب سلام يا موضي محلت، مهلا بنت كنت فين؟ كنت في السنج اللوين إيه كنت فين دي؟ تعبيتها بيت في المالك وليه؟ كده يا حمد؟ أنا غلطانة أني بقلق عليك قولك إيه؟ إيه؟ همك في المحلة؟ آه إنتي مش كنت قلت لي أن أحدكم غزلاء ما تبصوش؟ آه وحياتك ما حدش عارفي زباطها خالص أنا أنا أزباطها لك حاكم أنا أستاذ في الغزلاء ها زباطك؟ أنا مش فاهمة إيه يعني المقابلات اللي بتحصل في الشركات بالليل دي أي إنترفيو الصبح بيش بالليل كده كل الشركة وليها طبيعتها وبعدين ذي شركة أزياء وتنجميلي وشغلانة 24 ساعة في 24 ساعة يعني المؤمنة دي مخصوص متوسع لنا فيها أنا خايفة متخافيش بقى يلا يلا إيه بسايا خير بسايا نور أنا عايزة مشي إيه إيه إحنا بسايا نبقنا نمشي إيه تعالي يا صباح أهم أستاذ متحط موجود أسلحنا ما أنا معاد معي بس أستاذ متحط مش موجود الموجود دلوقتي سكرتوري الخاص أستاذ لو أي آه نقابله أسلحنا متوسع لينا من كمال بي الأسيوتي أوكي ممكن ثانية واحدة أنا نفسي أفهم أنت منشف دماغك معي ليه المرة دي أنا في العكس ده أنا ماشي على الخط اللي انت رسمه لنا من الأول للأخ أنت بس اللي بتنسى أنا اللي بنسى وإيه الميزانية دي ماه بصراحة أنا زعلاني من إيه إن شاء الله؟ تصور يا لو أي إن أنا بحسبة صغيرة كده اتشفت إن أنا خسران في اللي فات كله بتتكلم بجد أو الله لا مش معقول آه ده أنت جاي تعلي علي بقى أنا ما بحبش كده على فكرة وبعدين ما تخلنيش أقول علمناهم الشحات لا أنا عمري ما كنت شحات ولا حب أتعلم الشحات خد بالك من كلامك يا لو أي إحنا ملناش غير بعض بلاش تعض فيا يا أخد حاجة عليها بكلمتين استنى مستغلو أي فيه بنتين بره بيقولون إنهم من طرف القاسيوتي آه طب بعد إذنى خليهم يستنوا شوية بايا بايا شكرا آه قلت إيه قلت إيه؟ قلت إني أنت حبيب قلبي أنا كل اللي أنا عايز أعرفه إحنا الموسم ده هنطلع بقى ديين طمينة طمينة أقول لك أنت حبيب قلبي حط في بطنك بطيخة صيفي سلام عليكم معي عرض هاي تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هاي لجفة وأنت اسمك إيه؟ طيب معي عرض تاني تشتروا مكانتين حلاقة وعليهم مولى عهدين مش ترد على السؤال الأول يا جميل شاكلوك وكده مش عزين تشارك شكراً تروح فيه؟ احترم نفسك بدأ ما خلي القهوة كلها تتفرج عليك طيب احترم نفسي إزاي؟ تحترم نفسك كده غوري، غوري قدك القرف لا طبعاً أنا مش مواتك وعلى فكرة لازم تفهموا كويس قوي أن أنا اللي بقرر مش حد تاني أوكي؟ سلام مالك يا أيتا بتزعيي كده ليه؟ حانش فهم صغري كل واحد شغال ما مزاجه وخلاص فاكلين نفسهم بيفهمه كنتي بالعصاباتي حتعرفي تشتغل يعني؟ ما عرفش بها ماما أنا تهبت أصلاً وأصابي تعبت مش قادر استحمد عايز سافر في أي حتة عايزة رايحة أصابي ومالبة حبيبتي سافري عمك سامير وماروان مسافرين وانا مش هسافر مع عمي سامير وماروان أوكي؟ خلاص حبيبتي براحفة انت حرة على فكرة على فكرة باباك يتصل وكان عاوزي لا 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 غير السيلة دي مش عايزة معها خاط ما عليش يكلمي يا حيب تكرني أنا اللي المنعاكي أكلم مين؟ ما بكلمش حد أنا ما عليش هو عاوزي قابلك وزوته تعبين والله تحب يكلمه دلوقتي حالي أنا أقوله أنا مش عايزة أشوفه خالص عشان تستريحي؟ ما عليش عشان خاطري أنا تت عايزة إيه مام؟ هكون عايزة إيه؟ عايزة ميرا أختك اللي قاعدة هناك اللي غاوية فقري دي الله ما هي اللي حب أولاده من سومية؟ بعد ما انت قلت لها مليوم مرة هي تقعد معانا هنا هي مش عايزة خلاص بقى برحتها منا على فكرة البت بنتك دي أنا اعتبرتها أختهم هم مش أختي أنا أصلا لا أهو ستقودي كده هزعل منك جدا إلا ميرا وتزعل مني أنه لي هو أنا اللي قلتها هتوعد هناك يلا مامي أنا آزلة عايزة حاجة؟ هتقابلي سامحة? أوه هقابل سامحة خلي بالك بقى يا حلوة عشان هم عينوا مني ايه عينوا مني دي؟ مانو انا مش بحب الكلام بالطريقة دي خالص فبليز بطل لي اوكي خلاص يا حبيبتي ما يليكي حلو جدا وانا هقابله عشان شغل بست مش اكتر حلو جدا طب اسمعي مني بقى سامح غني عنده فلوس وعنده شركات ولو فضل يصرف منها هنا المليون سنة مش هتخلص ودي فرصة مش هتتكرر استني بس رايحة فين انا هجبلك من الاخر هو فحد ذاته ما يهمنيش مامي I know his storage بس مش عارفة في حاجة غريبة في شخصيته مقلق كده شخصيت ايه وبتاع ايه؟ هو انتوا بعد الجواز هتتقابله اصلا اذا كان بيقابلك دلوقتي فاشان انت مش مراته ولا ملكه لكن بعد الجواز هيبقى مشغول بالمصانع والفلوس والشركات وانت كمان اللي حسيبي مركزك ولا نجاحك فإيه المنع بقى ان المياه تجري في العالي؟ أحبك أم باي باي نصح زي أمك وفي القلب صبر للحبيب ولو جفى فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الودادي طبيعتنا فلا خير في ود يجيء تكلفه ولا خير في خل يخوم غليله ها تعملي ايه؟ تخبي مني الشعر يا سمر؟ ها يا ستي ميرا انت بقى جاية تتريقي علي وتتسلي انا؟ ها لا والله يا العظيم انت عارفة ان انا بحب الاشعار بتاعك بجاء؟ اوالله وريني متفرج الله ايه الجمال ده؟ اعجبك؟ حلو جدا مين؟ ماما، فما تردي عليها؟ مش عايز ارد بصراحة يعني هتقولي تعالي وانت عارفة بابا طعبان ومقدرش يسيبه في الظروف زي دي مش عايزة تشوفيها؟ اكيد عايزة شوفها يعني امي برضو مهما كان بتعرف اني انا مهجبة بيك جدا؟ ساعت بقول انت ازاي قادرة تسيبه الهز اللي بتعرده عليك امك وعيشة معانا هنا؟ عشان بابا محتاجيني كفيع ليه ايتم؟ انتي بيت جدعة وانا بحبك على فكرة الصحيح مامتك ما تنزليش من زور مرتبويا بقى والله هو ده نظام الشركة عندنا يعني هنا مفيش موعيد مفيش حاجة اسمها ان انا ليالي شغل محدد لحد ما فترة التدريب بتاعتي تخلص وانا بصراحة كده مش هكدب عليكم انا لولا ان الاساس كمان موصي عليكم انا اكسم بالله ما كنت شغالكم بمناظركم دي بس مفيش مشكلة انتو شكلكو حلو وشوية تصبيت كده هتبقوا سوبر يلا على تليفون شكرا مع السلامة فريدي وشك يا ماما فريدي وشك سلام عليكم مع الف سلامة انا المعادة الوحيدة اللي مش ممكن اتأخر عليه ابدا الشغل طبعا اوما انا وصلت على فكرة لو فتحت الباب دلوقتي حالما هتلاقيني قدامك شفت بقى؟ شنتعرف ان الموعيدي مضبوطة وانا مستنم الصوفة اسف действительно مراتك موجودة؟ لا مراتي دعية احنا اتصاقط فيا بسرعة كده؟ يعني كانت نجنعبة وانت بالقال إلى ملاك؟ خالص انا فاكرا ان ملايكا ما نومش مكان على الارض او مال مين اللي لي مكان على الارض اشياطين؟ البني قدمين اسوأ مش شارطين هم؟ وجهة نظر يا عمو عندي حياتك الشخصية انا مقدرش اتدخل فيها قل لي بقى هنعمل ايه في الشغل اللي بني؟ احنا هنفضل لتكلم و احنا وقفين كده افضل افضل يا سدي انا تحت امرك في كل اللي انت عوزي تحت امرك؟ ولا يفكرتني بالافلام العربي القديمة لما واحد بيجي اضحك على واحدة كده ليه كده بس؟ بس يا سدي انا المهم عندي ان السوق يبقى بتاعي وبصراحة كده مفيش حد عامل لي ازعاج غيرك ماشي يا سدي لو عادينا انت سحب بالسوق برضه عشان خاطرك انا موافق ياريت كده هم؟ قلت ايه؟ شوف يا قاية انت عايزة السوق يبقى بينك وبين نفسك؟ ولا بيني وبينك؟ لا بيني وبينك انا واضحة وما بحبش اللف والدورة خلاص انا عامل ملف جاهز بكرة الصبح يكون عندك في الشركة يعني اعتبر ان السيزن الجاي ده هيبقى بتاعي؟ هيبقى في جيبي يعني؟ في جيبك ولا في جيب لا؟ لأ انت كده مفهمتنيش برضه بص اللي انا عايزة ان السيزن الجاي ده يبقى بتاعي والواحدي وانا ماليش منافس غيرك بعدين انا شايفة ان انت مش محتاج السوق هنا في حاجة انت مزبط حالك برا خليك انت بقى برا وخليلي انا جوه ايوة انا فاهم ان احنا هنبقى كيان اقتصادي واحد واحنا لما نقص تم الامور بنا هنبقى كيان اقتصادي واحد وهنبقى حبايد كمان قايتل انت فكرتي وكررتي على اساس ان انا وفقت طب تعال انكمل كلام في المودودة واحنا بنتعشة برا ماشى يا ستة ايه الرواءان مردلع اللي انت فيه ده فينك يا عم رام؟ بنتي جي تشوف بولك ايه ما تجيبليش سرته بقى انا مش عايزة تجوزه خلاص لا يا شيخ هم ملقموا دي ان احنا هللي انت فيه ما بيسألش فيها خالص يا كاميليا يعاني معلز خدت الدواء؟ لا ليه؟ كده مش عايزة اخد الدواء انا خلاص زهقت وبعدين في الاخرة انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هنخف منه ملوش اصلا علاج انا بس محملة بابا عب على الفاضي اولا انت مش محملة بابا عب ثانيا طالما مش هنخف يبقى نصحه يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يتطمن علينا واحنا نتطمن علينا كاميليا بقولك سيبيني بقى عشان خاطر مش عايزة اخد الدواء انا وكيفة ان انا اطراهب من وابعد عن كل الناس كنت عملت كده وخلصت بقى بالزمة ده اسمه كلاما لما الجمال ده كله يطراهب من ويبعد عن الناس ومال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال انا بجد خايفة انت مش فاهم انا خايفة ايه خايفة اخلي في عيال زي واللهي كل يوم بخافة انزل اتجيلي الحالة وانا في الشارع ما عشان متجلناش الحالة واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدورة كاميلي انا بجد زيت انتي مش فاهمة انا حاسة بايه انا حاسة ان كل يوم في مليون واحد بيسرخ في دماغي طول الوقت انا مش عارفة انا عملتها عشان يحصل لي كل ده انا بجد ما عرفش انا بجد ما عرفش انا بجد انا بجد ده مين جاي السعادة هتكسر الباب انت طاير ايه 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 يا ولا هتكسر الباب فيه يا ام كنت فيه بلي سعب اخبط على الباب هاكون فيني يعني قاعدة متهببة مستمية المعدول المعدول ده با اللي هو انا اه ايه يا اخي انت جدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني على طول ايد ورا و ايد قدام فاضية عمرك ما جبتلي حاجة نفسي حس اني مخلفها راجل ايه؟ ايه ده سيدة ولا في ايه؟ انا مناخيني ما تجدبش ابدا انا شامم ريح كباب و كفتة في البيت ده ايه ولا الجران الجران من الصبح مش رحمين حد مش رحمين حساب الناس جران علي انا برضه سيدة اه جران اقطع دراعي المكان الكباب و الكفتة في البيت ده لان انت غلت اهبت عند عادة ايه اللي جابك؟ اه عادل من و الناس نايمين يا حاجة انت مش حولت اهبيت عند عادة ايه انت مخبيه يا كباب هنا انت بتعمل ايه؟ بضور على الكباب و الكفتة يا حاجة اهو ها 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 بتشتغلين هنا يا سيدة الكباب و الكفتة هم اتخب علي ابنك سبعين كفتة و حتة لحمة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم انا هو اكبر طول عمر أقول الشقة دي مسكونة إحنا لازم نعزل مسكونة مسكونة شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكلة عادة انت بتعمل إيه؟ باكل ادعاه طب ده عاشا النهاردة وغدا بكرة طب عادي بس شنعزك موضوع مهم يا عادي أنا مسافر سافر يا أخويا والقلب دعيلة كده هو؟ من غير ما تقولي اللي رايح في نداهية؟ رايح في نداهية رايح إيطاليا هم طالبين بقر هناك؟ يا أما أنا بتكلم بجد مش بهزر هتسافر إزاي يعني؟ اتفقت مع بالح بالح عن نصاب؟ وده هتدقوا ده؟ ده كذبوا نصاب يا والا أعمل يا أما أنا كان لازم شوف لي سكة أخرب بيعمل فقر اللي أنا في ده طب ما تسيبك من كاميليا ببت السمية البقرية وتجوز بالتزينب اللي بتلعب بالفلوس لعب يا مش كاميليا دي تبقى من تخوك برضو ولا غلطة؟ لا ببت السمية البقرية اللي جايبها لنا البقر ربنا هيخدها زيادة ما هو خيدها قال لا زعلان عليها قوي طب انت عارف إن كاميليا دي شقم بعد ما تجوزت بسنة جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقة يعني لو كنت جوزتها أنت كان زمانك مدفون مكانه أقول لك يا أما فقل بقى من الكلام ده أنا بجد مسافر وقلت أقول لك عشان يبقى عندك علم يا ابني يا ابني استاهد بالله وأخط وبك يا ربنا هيفجحة بس قول يا رب ما أنا عمال أقول يا رب طول عمري عمال أقول يا رب ما فيش حاجة بتحصل أهو ما زدعت ربنا سمع مني وهسافر إن شاء الله وهتكتفع فلوس بقى يا حمنا باب ياخد فلوس قد كده على قلبه عدل هتفع لي وبعد كده أنا بقى هتفع له من فلوس الشغل هناك اتلب المتعوث على خيب الراجة وعدل هيتفعلك ويتفع له منين يا خيب هنتصرف يا أما هنتصرف طب يلا قوم اقوم راح فيه بس خلاص كده قوم ايه هو أظن خلاص أنا لسه مش باعتش لأ يلا يا ودى لسه بكرة لا يا ودى إحنا في النهاردة مش هو بكرة أزا قوة أنت وقل وحدتك طب خذ يقولي معي حلوة جميلة التعجيبك ايه؟ بقولك يا أب عزيز بتقدم في الشغل تاقل تاقل الإسكال الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوظاهر يمكن القرعة تجيلك وتاخد شهياخي دي بالقستة على عشرين سنة آآ جبال حق ضمن عمرك أشيز حكاة الإسكالة يا باش عندكم بنات بجهزهم دلوقتي عايزة تتشوّر عايزة تجهز عالم وأنا بقولك عشان البنات يمكن الشاقة دي تطلع نظيف بنتي ومس سبع بنات اللي عندك أنا عندي ستة بس انت عاد غالط لا لا ستة ما قايت نعيشها مع أمها والخزون معها بباتي برسلها ومرها معاها آآ دي بقت مديرة كبيرة يا الله دي الكلب دي بقليه سنتين ما شفتهاش كده أمها هي اللي مهويا هي اللي محرج عليها انها هتديلك وتتصل بيك ها لا ما يا عايزة مش هابك هزورة برا مش عارف الله لا أطوعك ولا أطوع قلبي ها مش تطوعنا أنا طبعا البنات بيشتاؤوا لابوه والبت مهما بعدت بتحن الحضنة بوه اسمع مين أنا ها يعني انت رأيك إن أنا اللي راح أشوفها آآ طبعا يا أخي ألا بنتك ومن حقك تشوفك مش كفاية سبتها لها فبعدين عايز أقولك ألحاب انت المحروض السيطة دي ما كنتش تتجوزها من الأساس يا مال كل شيء نصيبي علي ما عادت في الفات وصل من العقل وبعدين يعني خلاص اختارته وسعيدة في حياتها وقضية الحمد لله عالكت انت ما عندكش حد غلطان خالص ما صح ماشي ماشي اعمل الأجيبك يا عبى عزيزا أنا صوت فيك ما خلاص اه انا انا بس يا عمد اتنا بس صلي على النبي صلي يا بخت من زهره صلي وتملة بنور جماله صلي ازكا كريم يا ابن الكريم ازكا خليلة عمد بقى ايه نحمد ربنا خد السبحة دي آآ خليلة تربع عندي دكانك سبح في البيت بس دي مش أي سبح دي من مكة تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك علي الصلاة والصلاة شكراً كتر خيرك خد سبح إنها متكرين يا زي النبي ما حتورد على جنة إنها اللي مش عورد على جنة الله إنت لا هتوردي على جنة ولا على نور أصلاً خد مربا خطر مربا خطر مين؟ تصدق في الآخر هتطلع السيطة دي أغنى مني ومنك روح روح هل ستشوف أتامل إيه؟ يلا روح روح تك على الله يلا سوا يا ما ألف سلام يا زي أحمد ما أعرف ما أعرف إيه أخذ بعض كده وراعلى فيه لا ده أنا راح مشوار صغير لغاية أول الشرع كده وراجع وطفول أنا سمعت إنك جمين دول لازع عند بلح إيه الحكاية؟ ما أنا لا لا بنقضي واجب يعني بنقضي وقت أحمد أخير أخير بقات كناوي تخلع تشايف اللي بيموتوا في عرض البحر لا خلي بحر إيه واخلع إيه أنا مفيش كلام مندي على كل حال أنا كلمتلك المدير عندي في الشرع لا أخير والله يخليك لا مدير ولا أحزنون لا أنا مش عايزة أشتغل في وظيفة حكومية إنت عارف يا خليل ووظيفة الحكومية دي يعني 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 أنا لو دخلتها من هنا مش أخرج منها أنا أنا ما أقصدش حال يا خيال أنا أسف أنا بس أنا بس عايز أقولي يعني أن أنا مش عايز أرايع عمري مصلحة حكومية ده يقول لي يعمل كده وده يقول لي ما تعملش كده وآخر الشهر أخدلي ملالين لا أكلوني ولا يكسوني ولا أنا غلطان يا خالي لا لكحة يا لكحة لكحة أنا أسف يا خالي ما أقصدش لا لحبي لا لحق لا تفكر شكرا شكرا جزري ولكن موسيقى اقولك ايه انا مزاجي عنب ومش طالبة معايا واحدة زي كتبوازهولي ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك؟ ايه؟ واحدة جاية من الشارع؟ بقولك يا بيت ديمتي انت بنت معقدة ومستفزة انا مش عايز اتكلم معيك كتير بحشو في حد غير اتكلم معي خلاص؟ تصدقي بالله انا غلطانا انا جيت لك اصلا ما تغلطيش تاني مستفزة الو انا قاسل يا ستزلقايا على ازعيك انا بس حبيت اكلمك عشان اشكرك لا لا تمام انا حاجة طبعا بكرا تقلعش باي باي ايه اختك ماروة دي هتتحبل من كترة عادتها قدام المراية ملكيش دعوة بيها ايه اللي مليش دعوة بيها دي؟ واحنا بش اخوات وعايشين في بيت واحد وانا انت عايزة ايه؟ هاتي من الاخر ستزلقا في عميش الهيصة دي كلها وقلبة الوش دي غير ما تكوني عايزة حاجة يا بنتي انا صعبان علي بس فلوسها اللي عملة تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها مش احنا اولى بيها ايه هاتي من الاخر عايزة ايه بالزبط بص يا ستي انا عارف انك انت اللي هتفهميني فيه الصراحة انا عايزة اعمل مشروعة بقولك يا مون هسيبيني عشان الخطر ان الماغ مش ريئة والله العظيم مكسامه مضمون وهو انساعد ابوكي شوية بدل عيشة اللي احنا عايشينها دي يا مونة بقى السيبيني وحيت ابوكي عايزة اتفرج عالفيلم هوانتو مالكو كلكو النهاردة داربين مية وحداشر كده ليه؟ بقولك ايه يا حبيبتي بدل ما انت عملة تلف على كل واحدة في البيت عشان تسفر فلوس اللي بجابها ما تشقتلك عريس يتجوزك وينيكي في بيت ويرياحك من التفكير في المشاريع تصدقي بقى انك قللت الزوق؟ وبعدين ايه يقنيني دي؟ هوانا هتجوز ديك يا اختي يجي تديك بعد كده ربنا يحلها على فكرة بقى والله العظيم انا لو عايزة تجوز هتجوز من بكرة بس انا اللي ماليش نفس لا ده انا واسكة والله ربنا يفتح نفسك هتموت هتموت وتتجوز يا اختي خليها تموت تبقى تقابلني انا مش معاكي خلص يا كامالية في اللي انت بتقولي ده ده حقك ولازم تقديمين حبابي عينيهم يعني اروح امسك في اخناء الناس اخناء ليه وده مش حق والله العظيم انا مش فاهمة يعني الله يرحمه كانجوزك ودي شقته وين انت ليكي حق فيها يعني ايه المشكلة لما الامور تتصفى انا لو منك هقلب الدنيا ليش انتو بقى اللي ناسيين ان الشقة دي في بيت عائلة وانا ما خلفتش يعني هم مليهم حق فيها في الاخر بقى اروح امسك في خناء الناس عشان تكمل ليه من اللي ليا والنبي لو مليهم واحد حقك يا كامالية ولازم تغديدة ايه الهم ده؟ اقولك على حاجة يا كامالية بس ما تزعليش مني انا هزعل منك لي بقى ان شاء الله بصراحة انتي كده غلطانة للجواز تيملقى ماشي يا ختي وليلي بقى هو انت يعني كنتي بتحبيه قابل الجواز قصدي قابل الجواز محبتهوش لكن بعد الجواز تقدر يتقول لي يعني حبيته بس مش قوي بس كنت باحترم وعشان كده مش عايز ازعر القلب وايه دخل الكره والحب بالحق يا كامالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب ييجي بعد الجواز؟ طبعا زي ما في كتير بيحبوا بعض قابل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت انا عن نفسي مش اتجوز واحد اللي انا بحبه جدا ولازم اقمن نفسي معاه يعني ايه؟ يعني لازم يعرف انه لو زعلني هيكاعة دم قلب وهيروح فستين له شيخ اتنييلي هو داي بقى حب لا يسمعها حرب انت يا بنت متعقدة من اللي بيحصل لي؟ لا خلص انت بس صعبان عليك صعبان عليك لي يا يا اختي مانا كويسة هو زي الفرق بقولك يا كمال حسنا يعني اتي زي حبتي بعد الجواز يعني هو عمل ايه بالزبط عشان يخليك تحبيه هم طب اقوم انا بقى والله قوي وفضلي لغي كده حتتخني وتبدأ قد كده كيه؟ ولا حاجة كان طيب يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب كاميليا؟ انا من اول يوم حسيت انه هو عارف اني مش راضي عن جوازي بيه يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر خب لكن عمره ما قال لي كلمة دايق بالعكس كل مرة كان بيدوميني فيها كنت بشوف عني امل امل اني اضغير وابقى معايب عقلي وقلبي قبل ما اكون معايب كزوجة ايه تاني؟ خلني اتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه كان بيدافع عنه كان طول الوقت بيفكر فيه وخايف علي حتى وهو تعبينه لكن عمره كان قصير بس هي الدنيا كده دايماً بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر انت عرف يا كمي انا نفسي احب بقى انت عارفة اني فيه ناس ما بتعرفش تحب لا فهمتي بقى هتفهمي يا قدي استعجلة كله حيج على حيج بتقليش بتكلمك على التليفون ما بترديش ليه؟ كنت بتعصر مع سامح ما انا عارفة مصيرتي ليه؟ اللي لمعايزاي طبعا اللي هو ايه طمينيني؟ مامي لοιتي كني فاكرة ان واحد زي سامح دا ممكن يحب ولا حيج وانتي مش سهلة برضو اني هو لمح بس انا قلت له مش وقت صحة كده لازم يعرف ان الى يمكن تتجوزي هو متجوز طلق مراتة ياه هو ليه حق ياه مكملش معها سacionة سامح دا واحد اناني عايشي نفسه بس وانتي بك 없다 محد يا ماما؟ لا أعطي المنزل هل سيناب موهده؟ ازايك يا ايتن؟ ازايك يا عبدالعزيز؟ انت عارف ان ايتنكت لسه بتقولي حالا انها هزا تجيلك انت عارف ان احنا مش رفناش باغض من اديه يا ايتن؟ مش كتير يعني سنتين مش كتير معلش السنة ام ويكنج اول دي تايم ومش حاسة بالوقت بصراح وحشين يا ايتن طيب انا اذنكو هنجي تلفون يا اماما ما قالتلكيش ان انا اتصلت بك كتير عشان اشوفك انا عارف انك زعلانا مني بس حبيبتي انت وحشيني وكان نفس اشوفك حتى لو اماما مش عايزة والله اتصلت بك كتير بابا هو انت عايزة يعني حضرتك عايز ايه من الزيارة دي نشوف بعد اه طيب قد احنا شوفنا بعد اهو كله تمام خلاص المهم بس عندي انك كما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجعيش معاك في الحارب انا ما قلتش كده والله ما قلت كده اماما ليه؟ لابد انا اعقد انا كنت عايزة اجي عشان اشوفك واهود معاك اهد طب مالش اصل انا باشتعل طول النهار وطعبان اهمحتاج الان تصبع على خير انت قلت ايه للبنت خلتينها مش طيقة عني انت لقى متخيل انها مقاوياها عليك انت بشايف نفسك ان انت قب فاشل ولو كانت قاعدة معك كان زمانها مستقبلها زي اللي عندك انا مش عارفة منير قاعدة بتهبب ايه عندك قاعدة معبوها في حضن وفي حماه حماه سلمني على حماه بقولك ايه يا زيزو انت اخر مرة جبت جزمة ولا شنطة لبنتك كان ايه تفتكر طبعا مش هتفتكر انت عارفت جزمة اللي ايتم بتلبسها في رجلها بتدوس عليها على الارض بكم تسوى مرتبك اكتر من سنة على فكرة انت اللي سممت افكار انت لأفكارك مسمومة انا لو منك ما كنتش تجوزت ولا خلفتها اصلا لقدت مشوفها هبب ايه في حياتي حرام عليك يا اخي بناتك اللي عملتوا فيهم ده الله يرحمك يا سمية يا ريتني كنت نصحتك وقلتلك انفج بجلدك ده غوي فقر بيعشاقه زي عناية مامي تعالي عزيزي جاي يا روحي يا ريتني ا في ايه؟ ايه اللي حصك؟ انت على الحانم حانم مين يا بادا؟ يا أمي هدي انت نفسك شوية بس انت وانتي ايه يا أختي؟ هتفرشي لأمي ايه اللفت؟ لا اهد فرشي تخلصت يا كاماليا بصراحة بقى يا كاماليا ما انا هيا لغلطانة كل شوية نزل فيها سرخ للب نهار وتقول لها سيبي بيت روحها هنضمك ده برضو باتها طبعا يا أختي ما انت لازم تسخاني هو انتي فرحة في غير التسخين والمراية يا أمي انت هدي نفسك بس على فكرة بقى انا احلى منكم انتو الاتنين لا احلى منكم كلكم انتو انت الحقوا عليكم بخ! يا! 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 هجلاء! 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 يا! يا! هجلاء الدواء! بصرعة! فين الدواء؟ هجلاء! هجلاء! شلو الحراري على الكلبها! امني! امسكي رأسها! هجلاء! يا! هجلاء! حزبت راحة! يا! نجلاء! نجلاء يا حبابتي! شايفيني؟ نجلاء! نجلاء! نشرب مية يا حبابتي! ها! بسم! هجلاء! هجلاء! كمان شوية مية! شوية كميرا، شوية كميرا ميا، ميا ممكن ناخد الدواء؟ ها؟ يلا نجلع الدواء حنالك يلا حنتي الدواء معلش دكر في الزيت دكر الدواء يلا نجلع الدواء الدواء يلا موسيقى أخي عد بك اللي حصلت أختك كانت ممكن تروح فيها لخاصي يا كميري، عايزة إيه؟ إيه لخاصي وإيه أسلوب الكلام ده؟ أستغفى الله العزيم يا ربحك أمواعز على الصبح أنا مش ناقص حاضر، أنا أسفا ممكن تتكلمي بعد كده مع أختك مونة بطريقة أحسن من كده ويلا، خشي صالحيا أصالحة لإن شاء الله أنا كنت عملتلها إيه يعني؟ وبعدين على الرأي المثلي يا بغتب نبكيني وبكع علي ولا دحك نضحك الناس علي إيه اللي إيه اللي إيه اللي إنت عمارة تقول يعني إيه؟ يعني أنا ما قلتش حاجة غلط أنا بقول لها الحقيقة مش هي البت مسترجلة وعملة فيها يا راجل ويا حرام فرصتها في الجواز قليلة يعني إيه حد يخبط على الباب بلوقت إشان الجوازة تروحها لطول معاه على قلت لا حد يأكلها إنتي على فكرة طلعت يا بيت زبالة وإسلوب كنيلة وحاجة تقرس طيب بقول لك إيه كامل؟ نعم جو الأخت الكبيرة ده طول ومستخ وأنا بقيتش طيقة بصراح أيوة يا بتي هابلو ما أنا أختك الكبيرة غصبة عنك أعمل إيه؟ أيوة أخت الكبيرة غصبة عني لكن مش هتخليني أعمل أي حاجة غصبة عني بعدين بقول لك إيه؟ بدلا ما أنت عملت دورة على الحل مشكلتي ومشكلة إخواتك روح إلي مشكلتك أنت أحسن ولا كلم لك أحمد مكالمة خليه كلمك عشان يهديكي شوية على فكرة أنت سفلة سفلة لي عشان بقولي الحقيقة موضوع أحمد ده إن طلعته من دماغي وإنسيته من زمان قصدك هو لنسيكي ولا وعدش يفكر فيكي كمان إذا كان فكرك أصلا سفلة ليس بقولي أم جمالي أي يا عم جمالة أزيك؟ بتصل ببابا ما بيردش إلقيت عليه والله؟ طيب لأ خلاص شكره مع السلامة فعلا مونة عندها حق الوقفة قدام المرأة الجن فعلا تعرفي انا نفسي في ايه ايه نفسك فيها سكر اشتغل في كباري ايوة بقى يا نهاري جيسود كباري ايه رقاصة عارف يا بيت يا سمر اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه ان دماغ زي دماغي فلا دماغ واسخة بس يا بيت يا بيت هو انت سدأتي دماغ واسخة استانوا 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 بس ركزوا معايا في الحطة دي واسمعوا انتي 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 امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الاعوال يا سيدتي الله يا مغزلة قتن وغمام يا من تسبح كالاسماك في ماء القلب وتسنه في العين كسر بيحقا ايش يا داي بتارسين منين؟ دي عمك نظهر اللي ارحمه اه الراجل داك الموت حاجة تحلوة اوي صراحة دي كان بيفهم بيحس عنده مشاعر والله يا سمر اكتر حاجة بحباها فيك احساسك ده موريك يا سمر ايه؟ هو ليه الواحد كده ساعات تلاقى هو مستعطة هو تقريبا بقى دايما بيبقى هافف عليه ان هو يبقى عايز قصايع شمال ايه دا يعني؟ لا يا أختي دي مش حالة عرضة دي حاجة أساسية فيك يوحياتي يا مهاري السود انا حاسة ان شارتيني الدنيا كلها بتتنطط على سريري دلوقتي حالاً انت بنت معقدة عارف يا سمر نفسي في ايه؟ لا بلاش وحياتك معانا واحدة قاصة وانا هقول كلام ابيح انا هقول كلام عادي قوي انا نفسي يكون عندي فلوس كتير كتير يبقى معايا رجل موز بس غني برضو ومش بخيل كل شوية يجيب لي هدية ياخدني بنات شكله نفسي قوي انا نفسي احب الله ايوا بقى الكلام الحلو ده اوض الله نفسي احبه تعرفوا مرات كده بحس ان في حاجات جواي كده مش فهماها ساعات بحس ان انا عايزة تنطط اجري ألعب قلبسها ريان ومساعات كده بحس ان انا حاسب اهدية وبسيطة وجانبي حدا بيحبيني يقرالي ياخدني حضنه كده 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 تشد ممم لا كده الموضوع يبقى صعب أو يحضنه لا احنا لم يحسن لا يا حبيبتي انت وهي القعدة دي هتبدل للصبح حلو الكلام كده بكرا ان شاء الله بالليل في مدالة ده حلو عشان اشتراك عمي بالحة كده ما فيش اي اجراءات مطلوبة من رحمة تاني اجراءات اي يا معافة وانت يا طالع لا سمح الله بعقد عمل ولا طالع تكشيرك انت يا حبيبي حتاخدك العلو من البحر للبر يا رحمة مين غلط ده عمي بالحة لا سعادل عدل عدل انتشافك يا قولة السايد عدل قد اضعنا الانسانة بقنا بقى اقولك يا بحر يعني اوحيز قلت اي الضمانات يا عمي ضمانات اي يا عمي اللي علي ان انا وديك لحد البحر وشكرا بقى عملت اللي علي ازاي يعني اتوضيها لحد البحر شكرا انقضيها عمي عنها ايه ما هل هل عمل ايه لازم اقضيها قولك يا حبيب انتعارف يا احمد وانا انا ما تقلقشي انا معاك المهمة بلحق المفيد هنعمل ايه؟ قولك عالمفيد انت بكرة تيجي ومعاك القباين الباني وربنا معاك بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتوصل بالسلامة وترجع لنا ملك الملوك وكيشن وكيشن اشتركوا في القناة بنت يا ميرا اعرف انت عايشة في الفقر اعرف ان احنا فيها لم تحت اسمك ميرا مش شبهنا يعني عارف يا ميرا انت امت ومك واختك من اغنى اغنياء البرد انا واثقة والله العظيمة وانت قلت لهم لك انت عايزة تعيش معادي ما هتصدق مفكر تعمل كده بس انا خايفة على بابا ما يحصلوا ايه؟ خايفة على ايه؟ شخط ليه؟ فيه يا مره وانت مش عايزين نقود معاك ولا ايه؟ الغباء ده بقى ايه بنت انا عايزة مصلحتك والله العظيم الفلوس والعزة يا كل حاجة دلوقتي انت هارف يا راجل انا رحت لقابلته مهاردة عشان خطر الشغلانة؟ انا على الصوت هانتو حتة الدينة عربية تشتريني وتشتريك وتشتري ابوك كمان وطي صوتك يا مره الستي بقى كبارة بناخلك بقى من الكلام ده بس بقولك ايه؟ يوم متفكروا يتمشي من هنا وتروحينهم هتاخديني معاك انا بقولك اهم يا السلام هوا انت فاكرة ان اماما ولا ايت انا هيتقوقي اصلا؟ اه هيتقوني لما يعرفوا ان انا بفكر بنفس الطريقة اللي هما بيفكروا بيها هيتقوني وتقوني كمان ويبقى ان شاء الله الطريقة اللي هما بيفكروا بيها؟ ابوك بيجري ولا رفعر يا ميرا راح بقى ع نفس الوظيفة اللي بتدي اللي بتأكل هاي شورة بتربع بني تعارف يا اخر ما انا شايتش هي فاستنك ان امتها؟ والله ما فاكر عايز اروح اقابل الراجل عشان خطر الوظيفة الجديدة ما لقيتش حاجة في الدولابة البسة رحت استلافت يدوم من واحدة صاحبتي مبطئهاش واخر ارشين في جيبي رحت قلستهم في القوافير وانت عايزة تقولي ايه بالزبط يا ميرا؟ عايز اقولك الفلوس كل حاجة الفلوس هي امك وابوك واختك وعائلتك وكل حاجة واللي اقولك غير كده بقى كدايب وبتحكى عجلش عارفة انا وغنية دلوقتي مكنتش استحملت سخافة الناس عشان خطر وظيفة صاحب الشركة ده دم متقيل سم كل شوية اقولي نقطة اسخف من اللي قبلها وانا هتحكى اقول له الله حلو واوي يا استيس تجنن اسمع الكلام يا بنتي والنبي بقى انا مقدرش يسيب بابا في الظروف اللي هو فيها دلوقتي بابا تعبان يا بابا يا ستي هيبقى زي الفل هيتعب شوية وبعدين هينسى ويبقى زي الفل واما انت انت يا ميرا انت هتبقى ايه؟ بابا اخرت كدليه انا ازايك عبد مالك 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 على فكرة انتي لما ما بتقولي ليش اللي بواكي انا بتمنى ان انا كون انا اللي موت امك عاشت عشان تحكي لها وتقولي لها كل حاجة بقدش شرع عليك بتقولش كده انا بس بتضايق شوي دايما ايه بتخلي دمي حد اللغاتك لا خالص ما المالك بابا هو ده وحشة مش حلو مين لاني كمان انتي زي الامر انتي احلى واحدة في الدين يا سلام انت بتقول بس كده عجبا بنتك صح طرق بقى انتي احلى واحدة في اخواتك واحلى من مروة كمان اه مروة تبقى مروة اللي زعلتك صح لا 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 خالص صدقتي قولي بقى بتغلفها لدوران انت كنت فين لحد دلوقتي كده يا بابا كلنا كنا قلقانين عليك ممكن بعد كده لما تعوز تتأخر واسعي شوي لما تعوز تتأخر تبقى تقول لأي حد فينا او رد على تليفونا حاضر حضر لك الخيل يا بابا يلا نتعشى لا لا انا مليش نفسي مم ولا تعشيت عند اللي كنت عندهم وانا اتصلت بعم جمال وقالي من انت رايح تزور بايتنا اه اه تعشيت مع ايتنا حتى مسكت فيها وقاتت تحضن ندوس فيها وكانت عايزانة بايت معاهم هناك بس طبعا ما نفعش ما نصحش يعني انت عارف؟ عارف حتى حتى بدتني الهداية دي عشان احط فيها المفاتح بتاعتي مداليا طب هروح اعملكم انا جاي اه انا عايز شايفة المداليا دي انا اللي جايب ايه قبلتك وحش قبلتك وحش ولا يهمك كاماليا انا اسف اسف علي اسف ان انا مادرت يوفرلك الحياة اللي كل واحدة فيك وتتمنى انا على فكرة مش عارف ربنا سبحان الله يعني انا موظف اسمع الكلام وطيع الامر وبس احنا مش عايزين اي حاجة غيره بصحيح يا كاماليا لا صح تقدر تقولي عندنا ايه اغلو منك بعد وفات ماما بالله يا كاماليا انا انا خايف يجي يوم تكرهوني الحمدلله الحمدلله الله يسلمكم الله يسلمكم عملتين شاك السيقوا 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 حشتين يا بابا وحشاني كمان وحشاني كلكم بقولك ما تغناني بابا والنبي بابا ترجمة نانسي قنقار في القifies ieurs اشتركوا في القناة 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 سبحانه، عمالتي لقلت لك علي؟ زي ما أمرتي بالضبط كل الجرائد والمجلات عندها خبر بالدفلين هم طب أنكل سامير وصل؟ آه، أنكل سامير وصل من بدري بس عصر بي شوالك ليه؟ آآ، من الصراحة أنا مش عارفة بس زينب هينب عنده جوا من بدري هم آآ، أبعطي لي أخبتي؟ تمام، جبدأنا حاجة تانية؟ آآ، لما أمي تخرج من عند قبل سامير وليدي تمام، أمي، مش عارفة أنا كمان مشكلة الشحواتي، ياريت تعملي واحدة مصبوطة سوك، بس لا، ما تقوليش أنك جاية تشوفي أبعك إزاي؟ آآ، بدا آآ، بصراحة أنا اللي بيني وبينك لغاية بلوقتي هو الشغل آآ، سامح أنت عارف إيه اللي مخليني مش قادرة أكرهك؟ آآ أني حاسة أنك صريح يعني شايفت كده ملكش في اللف والدوران والحاجات طب، تكرهيني إليه بس؟ وبعدين يا سيدي الحياة مش مستهر اللف والدوران تمام، طب ممكن تقولي بقى أنت جاية ليه تلوقتي؟ أنا وفيتها لعرض بتاعك بجد؟ بس ده مش معنى أني أحسيب لك السوق كله يا أنت عايز تقنعني مثلا أنك مش هتظبط الموضوع من ناحية تانية؟ حتى ولو أوكي، وأنا ما عنديش منع في أي حاجة كفاية عندي بصراحة أنك عملتني خاطر خلاص، إحنا كده خلصنا كلام في الشغل ممكن نتكلم في حاجة مهمة؟ لا، الحقيقة أنا هنا بالذات ما بتكلمش في أي حاجة غير الشغل يا السلام، مش معنى يا؟ سامح هو أنت فاكرني مش فاهم أنت عايز إيه بالذبط؟ هو أنا أحاوز حاجة غلط أنا أحاوز اتجوزك طب أنا هريحك بص بقى من الآخر كده أنا ماليش في الراجل الرمرام أقولك أنا حاجة بتصدقيني الستات ما بتحبش غير الراجل الرمرام يفضل كده يلفوا حواليه ويدوروا ونفسهم يوصلوا له من أي حد وما يقدروش عشان كده هيفضلوا يتجننوا عليه دول الستات الفاضيين اللي ما وراهمش ولا شغلة ولا مشغلة اللي كل هدفهم في الحياة يستادوا راجل وياخدوا اللي وراه واللي قدامه أنا بقى ما بحبش كده خالص طب أنت بتحب إيه؟ أنا بحب الراجل اللي زي الألف الدغري اللي بيبص ولا أيمين ولا شمال طب أنا لو كنت عرفتك من زمان كنت بقيت زي الألف ودغري ولا بصيت لايمين ولا شمال طب ده أنا لسه بقول إن اللي عجبني فيك إن ما لكشف اللف ولا الدورة هتخليني غاية الرأيي؟ خلاص يا ستة أنا عاسم بز عليش طيب هنمدير عقود أمدا؟ وقت متحبي آآ نتقبل بالليل؟ دي بقى أهم حاجة في الشغل اللي احنا هنتقبل وقت ما نكون عاوزين عشان الشغل ده آيش يا ستة عشان الشغل بس أنا مش مبسوط حبيبي اللي بيحصل ده عادي وصح كمان زينة بكلامك بيه دايقني إحنا بنتكلم في شغل ولو حندخل المشاعر بنتي وإبنك الشركة حتوقع وبعدين مروان مش مهتمة خالص بالشغل زي ما انتش قيل وآيتن هي لشغل الشغل وإنت قلت كده بيت مرة بس دي شركة أبوه آآ أقولت كده طبعا الشركة شركتك إنت وإبنك وأنا وبنتي من الشغل عندك إيه رأيك بقى نم بقرة الصبح هقول لآيتن ما هلاش دعا بالشركة آآ زوزو حبيبت ما تفهميش غلط أنا أقصد أني إيه؟ أنت ليه مش شايفة مروان زي ابنك؟ زي ما ما بعمل آيتن؟ هو فعلا ابن انت نسيت إن أنا نمربياه بس الشغل هو شغل مش هندخل حاجات في بعضها عارف يا سمير أنا لو سمعت الكلامك هيحصل إيه؟ آيتن مهما عملت مذهول هتحس إن فيه فرق بينه وبين مروان ابنك لمجرد إنه ابنك ومروان هيعمل أي حاجة على أساس إنها مقبول عشان برضو ابنك خلي كل واحد ياخد مكانه عشان دينيا تمشي طب من فضلك خلي آيتن تقرب منه شوية يعني بلاش تعمشه بالشكل ده تحاول تشاركه معاه في الشغل يمكن إيه فهم؟ فيدي بقى يا حبيبي إنت عندك حق نور عيني يتغدى إيه؟ قلبي أي حاجة من إيديك تبقى حلوة وتجنن باي بحاجة بسي يا قلبي بسي يا روحي أهم حاجة بالليل تقولي مسدفة وردك كل حاجة تمام ولو أقول تمام عشان نخلص على طول أوكي سامح به أهلاً مش تقول إنك هنا أهلاً أهلاً إزيك؟ أنت ماشي ولا إيه؟ أهل للأسف لو أعرف نسياتك موجودة كنت جيت سلمت عليك لا أنا كمان ماشي لو في هيلة تزوق توصلني عربيتي في السيارة طبع ده شيء يسعدني يلا مامي أنا بس كنت عايز أتكلم معيكي وأنا كمان يا روحي بس عندي مشوار وبيني وبينك مصدقت ألاقي توصيل باي روح طبع ده خاندي يلا طبع درد المارضة طبت طبع درد طبع درد أفdad يالله حبيب انتو هاور يالله العادي يأكل يسرى بفك دلقته وقدامكم نوص ساعة يالله بسرعة يالله يا اخوي يالله يالله يا عام يالله يا عام يا عام يالله يا عام انت عمي ودتتك جنة محدش اتصل لا طب هنعمل ايه في العالم دي عادي يا دي اول مرة خلاص جرب مع القبطان يمكن الشبكة ترجع تاني يا اخي جرزه محدش بيرد وبعدين يعني حتى لو رد هم كده كده ميتين اسمعتلي اسمعتلي السمعت لا استنى ايه ترى مش كده زكا بلح حلو امال احنا نقصتان اديه حتى نوصك انت يعني همك ايه نقصك قد ايه ومش قد ايه انت كل اللي همك المكان اللي هتوصله هتعدي منه تماما حبيبي تماما حبيبي تب اسمع стتح طالا انا هقول لك تعالا اقول لك ايه احنا لازم نفكر هنعمل ايه ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتنزل الشرع كده؟ المر هنزل ازاي؟ ايه اللي هنزل ازاي؟ هتنزل اي حرة بالمنظر ده؟ بقولك ايه؟ انا باشتغل في شركة ازياء يعني فاشل من فاشل بس اللبس المعافل موجود في الدولاب ده طب يلا، يلا خشي ستوري نفسك بأي حاجة على ما تخرجي من الحرة حرة ايه اللي انت عملالها حساب دي؟ كبر دماغي بصك عمالي يومينا في اسماعيل بس بالراحة خلاني في الأهم انا طرفت لبينك فلوس تطلبها من بابا؟ بقولت له ولا لأ؟ ايوانا قلت له خلاص بس افطر الأب افطر ايه؟ يعني فلو بتنجاني لأ حبيبتي انا قولوني منفعش مستحميش الحاجات دي وانت بطالة عشان اعصابك بدأت بلوس يعاني بحب اعملنك زبدة ومربع وفطوص اه انت الطريقة زي ما انت عايزك خلاص انا من بكرة هتشوفيني وانا قاعدة والخدم والحشم بيغضموني في بلتي طيب خدي اختي تنيلي مني خد كنت 200 جنيه يا كاماليا انا يا كاماليا عادي اعترضي وحيات ابويا لا هرجع في كلام واخدهم تاني انا بقولك اهو انا هاطفش هاطفش ايه تحلي بسيو حاجة مش هال بس حاجة والله الاخو كاماليا عادي مش هال يا غادي شاه سلام عليكم انا هالكو مانا يا مبلاك عمي جمال لا نعم كاماليا معاكم عادي شين زماني يا ترى ابوكي صحي ولا نايم لا نايم خد اجازة وبعد من قال لي ريح اتفضل طيب لا لا بس هيدي له الدواء اللي كان طلبه مني دواء دواء ايه ما هو بصراحة انا جاي عشان اتكلم معاكي رغم انه هو محظرني يعني من ان اتكلم ايه ده عمي جمال صباح الخير صباح الخير يا عمي جمال صباح النور يا بنات كويس ان انتوا جيتوا عشان اقول لكم والحكاية كلكم مع بعض شوفوا بنات انا مش عايز كتل ايه بس الحقيقة الوضع يحش هوي ابوكو تعبان والدكتور بيت عبداميني الصحي قال انه لازم يعمل عملية ضروري والعملية دي كان لازم تتعمل من سنة على قلي عملية؟ ايوة كاماليا ابوك يا قلبه تعبان وشرين قلبه مزدودة ده اللي انا فهمته من الدكتور ابوكو مش عايز يعمل عملية دي لانها مكلفة بابا قلبه تعبان؟ يا حبيبي يا بابا كل ما كنت اقول بها من عملية يقول إيه لنا لقرشيل ان انا شاهلهم دول شاهلهم لجواز واحدة بالبنات وانه مش عارف هيعمل إيه لأواحدة فيك وحتاجت عاجة بس دي وقت خلاص الموضوع ما عادش يتسكت عليه من عملية لازم تتعمل النهاردة قبل بكر صراحة تفضلي شكرا انا انا بعتذرلك عن الحسن انبريح ولا كان غزب عني لا 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 مفيش مشكلة المفروض ان انتي معانا انتي وصحبتك بس انا كان في حاجة مهمة جدا كان لازم اقولك عليها من اول مرة شفتك فيها عشان تفهمي طبيعة الشغل عندنا قبل ما ناخد القرار النهائي حضرتك اي حاجة تقول علي انا موفق عليها على طول الشركة انا ملهاش مواعيد يا مارو وساعات كتير بيبقى مقابلاتنا كلها بتكون برا الشغل وساعات بنسافر بالايام ده لو في معارض يعني وساعات العملة بتاعنا بيتطلب يعني ان انتي تبضلي معاهم لفترات او لايام احنا مش شركة صغيرة ومعاملاتنا وطريق شغلنا مختلفة عن اي مكان تاني وانا موافقة حضرتك وصحبتك اكيد طبعا موافقة طيب في عادة تمضيف الشؤون القانونية العادة ده انا عايزك تقريه كويس قوي ولو تحبي تاخدي منه نسخة وتقريه على رواقه مفيش مشكلة حاجة تانية معلشة اخيرة بعد اذنك قلوك اللي هو المظهر يعني ناس كتيرة قوي جات هنا ما كانتش بتعرف تلبس ولما جات بقوا يعني مش قادر اقولك عاملين ازاي يالله اتفضلي متشكر هانا اشتركوا في القناة 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 أبودا منت! أبودا منت! إن Shanghai! يا! بيه م деة! بيه! بيه! أبعدaduraً! يا لهيه.. يا أبوداً! أبوداً! ملخم. أبوداً سوفيًا بهّلو يا أخويا! مش هواته دلوقتي يا سيدي اخلي انت وقته انت ما شابش يمعيني يا هين يا جوية ما يفرعش الكلام دمواتك سيدي انت مين انت كمان مين هوه عقابله ادامي يا احسناك على الهوة يا سيدي مالي اه من جمال كنت عايزك لو سوعت سني واحد دع احطولك هو أنا المفروض أعمل إيه لا يا بنتي ما تعمل إيش أهدي وأنتي بس سعرف المدفن بتاعتك فين لا عم إنتي تعرفه ما تهني إيش أنا هتصرف طب أرجوك يا عم جميل أي ما اللي ما حيتصرف في الموضوع ده تبلغن بيه أيب يا كاميلي ما تقوليش كده أبوك اللي يرحمه كان زي أخوي أبوك اللي يرحمه كان شايل فلوس كفانه في الدولاب وفلوس جنازته كلها لازم تكون من حر ميلو دي وصياته لي أعطره أعطر بنتي والعزة حيبقى في المدفن أعطر حاجة دانية من فتح أستاذ جمالي ما علشي أنا واضح تسيبك من أنا خالص دلوقتي مش وقته شوف ما تطلب مني إيه وانا عمله لا خليك انت الله يكلم الله حيترمني لو جيت معاك وعملت اللي انت تطلب كده ولا شاطة الأستاذ خليها عندك دعم معي يا باشا دا أنا جاي استنجد بساعدتك والله العظيم هو دا اللي حصل اسأل عادل والله يا باشا أنا مش بكذب على حضرتك كل اللي قاله كدب يا باشا انت اللي بنستيس ابدأني يا باشا أناسك والله العظيم ساعدتك أنا زي بقول أختك كده أنا 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 سمعه بويد يا باشا وهو بيقول إن إحنا كده كده ميتي بس يا الودن اللي شفته ولا عرفه قبل كده يا باشا إراقب بقى يعني انت مش جاي بالعيال اللي بره دول عشان تهربنه أهربين يا باشا حتى أسألهم أنا جاي هنا أبيع وأشتري أنا تاجر وأفتخر اسم النبي حرصك بقى جاي تبيعي وتشتريه هنا يا باشا ما انت عارب بقى إن إحنا نسة شعبيين يعني ونحب نقلف الحاجات المستورات ما انت سيد العارفين سوق ليبيا وليبيا وتعالي يا بضاعة وروح يا بضاعة يا باشا أنا جاي هنا ألا قطلق متعيشي رزقي الودن سرقنا يا باشا طيب إزي يا باشا سرقته يا باشا وأقول إن إنت ما عارف وهو يعرف من إن إنت تاجروا معاك فلوس عشان يسرقك قطلق يا ابن العلدي من بره هي كلمة واحدة بلحة دا اللي جابكم هنا والودة كان معاكم لا ولا نعرفه ولا شفناه طيب بتتهم بلحة بحاجة تاني لا باش حد الله كنت بخيبة لا لا مفيش أي حاجة كده تسرق لا باشا ما ترقنيش بس أنا يعني اديت شوية لما تبلع علي تخرض من هنا تركب حاجة وترجع على مصر بكيشة وإنتوا بقى إيه اللي جابكم هنا؟ كنا بنتفسح يا باشا بحلي طب خيفي على مروان شوية ما بيفهمش حاجة عملله إيه؟ ما بيفهمش ولا أنت اللي مش عزاءه قدامك اللي محدش قاله ما يجيش طريقتك أنا محبش اتدلع خلي بالك هو لو في الشركة وأبوه ممكن يزعب كلمك؟ لا هو إلي لا أنا عارفة أنه كلمك ومتأكدة أن أنت جتي الشركة النهاردة عشان كده وفردي لا ما فردش إحنا لازم نبقى عمليه حسابنا كويس قوي سامير في الآخر هيسيب شركته دي لابنه ومهما أنا تعبت فيها ومهما كبرتها برضو هيسيبها له هو وابنه ده عبيت أي حاجة هتدخله هيرروح يصرفها على الفاضيه وعالمليانه برضو هدي اللي عمل أنا ما عملتش حاجة غلط على فكرة ده أنا عاملة شغل الشركة دي أمتل سامير نفسه عمره ما عمله وهو اللي بيفكر غلط لازم يفكر صح اللي بيشتغل هو اللي يسوق ابنه ومش هيرتاح إلا ما يكون معاه طب وأنا عمل لهم إيه بقى؟ بقى أنت مش عارفة تعمل إيه يا آيتن؟ انت فاهمة كل حاجة كويس قوي خلاص يبقى هستنى لما السيزن داي عدي وبعدك هشوفها زبط أموري إزاي لأ انت من بكرة تكلمين وتخليه معاكي انت خسرة أنا إيه؟ بقى أنت خايفة كده لي يا مامي لازم تفهمين الشركة دي شغلة بنا احنا مش بهم هما لا يا حبيبتي الشركة والعز اللي إحنا فيه ده عشان سامير صاحب كل حاجة ماليش أمكي لأنا تعبانة جدا مش قادرة أتكلم بحاجة تعبانة ولا مش عايزة تتكلم معايا؟ اقوم يلا يلا حبيبتي اقوم؟ يلا 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 أجيب افضل يا روح يلي بقى ستة إيه؟ إلا حصل؟ ما أكيد ماروان حكى لحضرتك أنا باسمع منك بصراحة بقى يا انكل انا زهقت جدا دي طريق نتكلم بيها؟ بيقول حاجات بتدايق وبيعملت الصرفات بتدايق جدا وحضرتك لو كنت موجود كنت لقيت ان انا عندي حق في اللي بعمله ده بيقول عليا موظفة في الشركة انكل انا عمري بحسن ان انا موظفة في الشركة دي انا عمري بحسن ان شركة دي مش شركتي هو صحيح يعني حضرتك ليك فضل عليا طبعا انا مقدرش هنكره بس بما ان استاذ ماروان هو صاحب الشركة وهو مديرها هو اللي بيتدير كل حاجة فهو اللي بيحدد طبعا مين يقعد ومين يمشي وإن اللي ينفع وإن اللي ما ينفعش فخلاص انا وجودي ملوش اي لازمة كل اللي بعمله في الشركة ملوش اي قيمة فانا بقى شايف هي انكل ان انا مشي بكرمتي احسنني بكتير بعد المصراحة هي انكل انا زي ممامي بتقول في الاخر هبقى على زمة راكل وهيبقى ملزوم باب يعني انا مش خسران اي حاجة تعال اعتذر لا ايتم لا يا انكل الموضوع مش موضوع تظهر مش عايز اسمع ولا كلمة وانا مش هعتذر لحد انت تسمع اللي بقولك عليه وانت ساكت ليه يعني؟ كلبي بتجره ولا قطة مربيها لازم تسمع الكلام وتجري تتمحك في الهاني ليه بس كده يا ماروان؟ دي ايتم اختك يا حبيبي على فكرة بقى مش اختي ولا حاجة وبعدين يا بابا انا معطرد على كل اللي بيحصل ده تم انت معطرد على كل اللي بيحصل وشايف نفسك حاجة تانية غير الناس انزل الشركة يا اخي واقعد معاها وقيد في ايه روح اعمل ايه يعني؟ اقز ازلب ولا ارغي مع الموظفين يا بابا الناس اللي شغال هناك عارفين ان الشركة دي ليها مدير واحد الهانم اللي انت ركبتها على قفايا عن ازنك يا مجل على فكرة يا ماروان انا زعل انا منك مايصحش يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده احنا هنا كلنا بنحب هانا ازنك يا حبيبي فضلي يا روحي فضلي انت غبي بابا انا شايف انك تنزل الشركة من بكرة وتقود وتحط اصباعك في عين الدخين يا بابا انا شايف بقى ان ايتن عايزة تكوش على كل حاجة حتى لو طنت زينب من زيها بسا ايتن بتفكر كده انت تسمع اللي بقولك عليه وبكرة هتفهم كل حاجة لا انا عايزة افهم كل حاجة دلوقتي حالا انا مش قادر استوعب انت ايه السقة اللي مده لهم دي كلها انا ما بصيركش في حبي خيرك انت بس انت متعرفش حاجة في عاجة كتيرة وانت متعرفهاش ومش هتعرف ايه اللي بيحصل عشان كده لازم تسمع كلامه وتنزل الشركة والحاجة اللي ما تعرفهاش تيجيل اعرفهالك فاهم اهلا اهلا يهيرك اخيرا يحببتي اهلا يحببتي ماما هيا رسالة موصلتكش رسالة ايه ما نصلي نص اي رسالة ما انت وصلتك حيا مامي ما يحببتي مفيش حاجة وفي ايه ما بابا ميت يا بابا ميت 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 ماشى الياه عدده كل به عاد Brillati إعاد حاجة وخلصت الله يرحم لا حول الله فور الله بالله تبقى على الله حصل امتا؟ بيها انا مكنتش هيجيب بس كامل هي اللي اصارت اني اجاول لك انا ماشي ماشي راح فين بس مانفعش اتبهم في ظروف زيدي يا ماما خالص تسيبيهم مين؟ يا بنتي ده بيتك انت كنت جاعدة خلاصش ان ابوك هناك لكن خلاص هو مات اللي يرحمه يمكن الالة مني ولا مكسوفة ولا حق؟ لا خالص يا ممكن حد ردك حد محترم مسترم مينفعش اتبهم اخوتي في ظروف زيدي انا حتى بعدت مسيدي لماما تقريبا هي ماشي فتحش انا همشي بقى يا ماما يا حبيب تستني بس مينفعش اتبهم لواحدهم يا ماما انا همستمك لا شكرا لا شكرا ايه همستمك طبعا في lite ماما همستمك طبعا لا شكرا انا لا شكرا مانا ناقق اشتركوا في القناة 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 واحد اشتركوا في القناة اي زمع ازايك عمل ايه لا لا تعبانا شوية بس انت فين لا لا خالص بالعكس انا عايز انزل تعال نخر اوكي يال باي اشتركوا في القناة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 انا قلت له ملكش دعوة بالستات الخواجات اللي برده دول ورق خاص مش عود قصب زيك كده من ايدك بقولك ايه انت تجي الصبح وتجيب الفطار وانا هرسلت على اللي قلت البوزه ايوه هتقولي ذي ايه؟ هقولك بقى اللي حصل انا اتفقت معاه وانا عبدت قبله اسيبه كده يمشي مليار مربوطة في دلو ده انت عببت ده انت الحطة الجوانية عبت ما تنسيش البرنجان اه بس مش راية مش راية حاضر يا خنتي ميش يا حبيب متقابل الصف ان شاء الله تجيب الفطار مش هتكلي ولك كده عادل ايه؟ ايه؟ تلقش يا أحمد أميني انت بس ولكش فيه أحمد أخريت هنبقى حرومية كاميرا لا تخافشي أنا لازم ربي بملكم ليش عارف أخريت هم عاكين طيباً لا تعال عادي تعال وطوراً يا أحمد هتعمل هي ولكش فيه نطورايا اشتركوا في القناة شكراً اشتركوا في القناة لا تخافشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تخافشي يا أحمد 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 فلوس يا أحادي فلوس يا أه بطعمة يا مرحة يا أمي السابتين دي مرة شوفت؟ انا ايه لك المحويت مش ممكن من الوقت ده يخبف فلوس في بقى مدى دكرة تعد علي من فابرية من نجمة فاهم يلا يلا معلم بلحة ايه نعم ايه اهو احمد سافر سافر مات انا معرفش عنه حالي ومش عايز اعرف كمان ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني اوكيشن ايش يا معلم بلحة اصبح الاخير يا معلم بلحة من تقان يولا دي الخاررية اوه يا عارض ايه 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 يا حربية 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 حربية فاهمل يا ابんと الكالب اوني اوني يا عبوني robe Thing ماذا؟ قال إيه أيه اسم معوضم اعجبك يا لاوي يا لاوي بس يا لاوي سكوتي سكوتي بقولي كيه خاص لو سكتتي ها؟ هقولي كيبتك بتقولي الفين ماشي؟ ماشي؟ هادو هو ابني عايش ابني عايش عايش شفته عايش اخرج ليه لو شفته بعنايل اتنين دول بس بقى ايه؟ بلحة بلحة هو اللي رماية صحي حبيبي؟ هو بلحة اما ازامك انا عايز يرمينا كيب بس انا قلبي كان حاسس قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلب الامر لا يجدبش ابدا حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني ببا 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 بولي كيه نعم نعم الشنطة دي اه عايز اخبيها ماشي؟ لو خبيت هالي هاجبلك ابنك ماشي؟ ماشي؟ بس الشنطة دي فينا حياتي ماتفتحاش خيالها حاضر من عيوني يا دناي والله العظيم ما هفتحها انت ردتلي روحي وجبتلي خبر ابن عايش ماشي؟ ماشي؟ ماتفتح على ص ؟ ماتفتح عالصبح observation ماشي هاسلم عليزة كل يوم م faux توقع النات والشنطة سيجعل فينا ايه؟ ماشي حنايش من غي curiosة؟ ده أولي كان بقويتي وهو اللي كان سلاما ماتفتحة قاننة كنا وزعلنا حش تكلمين هقول لي ميت وأكيد ميت وهو زعلان ميت أكيد كلامي هو لي زعله هو أسمعني وأنا بتكلم كلامي هو لي زعله أنا لي موته يا مونة كلامي هو لي موته لا يا صمر ما تقوليش كده ما تقوليش كده يا صمر هو الوحيد اللي كان بيقولي أني حلوة قوي كان دايب من يقولي أني ست البنات مين دلوقتي هيخدني في حضنه مين هيحسسني أن الحياة حلوة مين ترجمة نانسي قنقر